كان نفسي غني رحت قصر الثقافة وأنا قابلت الإنسانة دي كان أول لقاء بطل يغني لمدة 6 سنين بعد ما حب حياته انتحرت في خلال حوالي 6 شهور كنت مرتبط بها جدا وارتبطنا لحوالي 5 سنين وبدأت قصة حب كبيرة جدا كنت في مشكلة مع بعض فقالت لي خلاص يا رب أموت فأنا عردت قبتها ماشي أو حاجة زي كده يعني مش مهم بالنسبة لي وفي لحظة غضب وجئت ان الموضوع تطور وفعلا نفذت التهديد ده هي أثرت في حياتي كلها لأن بقيت أي واحدة بحاول أرتبط بها بعدها وبقارنها بها بصراحة حصل لي مشكلة نفسية فضلت حوالي سنة مش قادرانطة كل ما كنت حاول أغني ألقي دموع في عنا يداي I can't wait for you ... tuvتغني قبل كده غنيت؟ تحب لالحان الحزينة أم الفرحة؟ لا أنا مين الحزن شوي آه؟ ليه؟ مما يال الحزن يعني التقربة حب بفشلة آه، بسيطة مثل العادة خلال عامل حغال عمل حيات كتير معانه حسين شغلوش العامل أنا وشك فعلاً ووشك مبتسم وحلو مش بابروسلي يعني عجاد وشان بمزخش بابروسلي الله يعوضها خير إن شاء الله تفضل كلام وتريني ماسك الهوى بإطاليا ماسك الهوى ورام الهوى يا حبيبي ورام الهوى يا حبيبي شكراً شكراً حسك كتير حزين حزن كتير مبين يعني سنت أنا حزين كتير حسيت إنه مسيطرة على صوتك أحمد في عندك سيطرة على صوتك بتغني صح وفي عندك أحساس بس في عندك خوف إنك تطلع صوتك أكيد هيدا مش طبقة مش طبقة صوتك اللي عم تغني علي أكيد لو طبقتك كنت بتكون مرتاح أكثر فيها نحن جايين يعني ننصحك أو نوجهك للمكان الصحيح فخينا نصوت نبدأ مع كارول لو سمحتي من هناك أحمد غنيت حلو وعندك أحساس حلو طبعا الحضور بدنا نشتغل عليه يس وقف أنا نو وأنا نو أنا والله حبيتك ولو قلت لك يس مش حنفعك بس أنا يعني حقول رأيي أنا حسين كلمة حبيناك حسين كلمة حبيناك لو تعطوني فرصة أنا بوعدكم هل نحن بالمدرسة يا زالمي شو بيه خلاص اسمعنا اللي بدنا نسمعه أنت منور حبيبي أهل خلاص الله أعطيك الصحة والعافية شكرا 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 أنا قد ما الطبقة مش ظابتة لصوته بتضيعي إذا هو عم بيغنم ليك ولعنده مشكلة بالصوت بحيرك لا واضحة أنا بقول الكلام ده لأي إنسان مر بتجربة صعبة في حياته حاول تغير التجربة دي جايز ربنا كان بيختبرك عشان أعين لك حاجة أحسن بعد كده شكرا 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 شكرا